بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله هياكم الله بنهاي طلاب الصف السادس الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية لمعاهد وبرامج التربية الفكرية حيكم الأن سيد عبدالله المالك وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم الدرس الأول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا ذكر رسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نصلي ونسلم عليه دعونا نتعرف على مولد رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل السنة الميلادية 571 للميلاد وكان والده قد توفي قبل ولادته إذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل وذلك يوم الاثنين في سنة 571 للميلاد وكان والده قد توفي قبل ولادته ضع علامة صحة أسفل الصورة التي تدل على مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لونها إذا كما ذكرنا ابناء الطلاب ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل وكان ذلك يوم الاثنين والدته هي آمنة بنت وهب ومرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعدية إذن ابناء الطلاب ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وكان والده قد توفي قبل ولادته صلى الله عليه وسلم وقد كفره جده عبد المطلب وفرح به وأدخله إلى الكعبة بعد ولادته النشاط الأول لابناء الطلاب ضع علامة صحة أسفل الصورة التي تدل على مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ابناء الطلاب ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لدي هنا الصورة الأولى كما تشاهدون صورة الكعبة المشرفة بيت الله الحرام وفي الصورة الثانية المسجد النبوي إذن المسجد الحرام يقع في مكة المكرمة والمسجد النبوي يقع في المدينة المنورة النشاط المطلوب هنا وضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة هذه الصورة تدل على مكة المكرمة كما تشاهدون ابناء الطلاب هنا لدينا بيت الله الحرام في مكة المكرمة إذن نقوم بوضع علامة صح على الصورة الأولى لأنها تمثل مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الصورة الثانية فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة والمطلوب لدينا هنا مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم نقوم إذن بتلوين مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في عام الفيل لماذا سمي عام الفيل؟ لماذا سمي ذلك العام بعام الفيل؟ لأن أبره عندما قدم إلى مكة ليقوم بهدم الكعبة المشرفة وكان لديه فيل ويريد هدم الكعبة في ذلك العام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي عام الفيل وكما نعرف الحادثة الشهيرة التي نزلت فيها سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عندما قدم أبره لهجم الكعبة أرسل الله سبحانه وتعالى إليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ليقوم الله سبحانه وتعالى بمنعهم من بيته الحرام إذن أبناء الطلاب في هذا النشاط ضع علامة صحة أسفل الصورة التي تدل على مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفنا على الصورة الأولى وهي صورة لبيت الله الحرام والتي يقع بيت الله الحرام في مكة المكرمة والصورة الثانية كما تشاهدون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إذن نضع علامة صح إذن هذه هي الإجابة الصحيحة وقمنا بتلوين الإجابة الصحيحة ننتقل إلى نشاط آخر في النشاط الثاني أبناء الطلاب صلى العبارة بما يناسبها إذن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وولادته في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول إذن كانت ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل أم عام الهجرة ماذا قلنا؟ عام الفيل أم عام الهجرة أحسنتم إذن عام الفيل وذكرنا لماذا سمي بعام الفيل وكانت ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إذن في عام الفيل صل العبارة بما نسبها إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول في مكة المكرمة وسمي ذلك العام بعام الفيل سمي ذلك العام بعام الفيل إذن نقوم بإيصال العبارة بالإجابة الصحيحة كما هو مطلوب مننا في هذا النشاط إذن في عام الفيل إذن هذه هي الإجابة الصحيحة صل العبارة بما يناسبها إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل وتعرفنا لماذا سمي ذلك العام بعام الفيل في النشاط الثاني أو الثالث لون العبارة الصحيحة لون العبارة الصحيحة سوف نقوم إن شاء الله الآن بتلوين العبارة الصحيحة ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك في عام الهجرة أم في عام الفيل ماذا قلنا قبل قليل إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل أحسنتم من عام الفيل إذن نقوم بتلوين هذه العبارة هنا عام الفيل ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل نقوم بتلوين هذه العبارة إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام نقوم بتلوينها عام الفيل يقوم الطالب بتلوين هذه العبارة في عام الفيل وذكرنا لماذا سميت تلك أو ذلك العام بعام الفيل إذن من الآن الطلاب ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين من عام الفيل أحسنتم من ذلك نقوم بتلوين هذه العبارة عام الفيل إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبناء الطلاب في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول في الشهر الثالث من عام الفيل من العام خمسمائة وواحد وسبعون للميلاد وكان والده قد توفي قبل ولادته والد رسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله إذن رسول صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب إذن هذا هو رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل من عام خمسمائة وواحد وسبعين للميلاد وكان والده قد توفي قبل ولادته صلى الله عليه وسلم وأمه هي آمنة بنت وهب ومرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعدية النشاط الأول ابناء الطلاب تعرفنا على هذه الصورة وهي صورة بيت الله الحرام وتقع في مكة المكرمة والصورة الأخرى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمطلوب في هذا النشاط ضع علامة صحة أسفل الصورة التي تدل على مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في شعب أبي طالب ويسمى الآن بشعب علي قرابة 300 متر تقريبا من البيت الحرام وهو من الكعباء المشرفة في النشاط الثاني صلى العبارة بما يناسبها إذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل وذكرنا لماذا سمي ذلك العام بعام الفيل في النشاط الثالث لون العبارة الصحيحة ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن ولد في عام الفيل وذكرنا السورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كان ذلك العام عندما قدم أبرهة إلى بيت الله الحرام ليقوم بهدمه فأرسل الله عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأهلكهم جميعا إذن سمي ذلك العام بعام الفيل إذن تعرفنا أبناء الطلاب على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك على أولياء أمور الطلاب أن يقوموا بالبحث وكتابة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الطالب سواء مولده أو وفاته أو هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكذلك حياة رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وكذلك تذكير ابناء الطلاب عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم على رسولك وحبيبك محمد إذن كان هذا هو درسنا أبناء الطلاب لهذا اليوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفنا على مولده وكذلك العام الذي ولد فيه رسول صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله سوف نتعرف في دروس لاحق بإذن الله على هجرة رسول صلى الله عليه وسلم وكذلك زواته وحياته صلى الله عليه وسلم وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر